بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل مان شابتر 10 باور سكروز وبنحسب الكفاءة للسكوير ثريد طيب إيه هو الأعزاء؟ طيب والأكشوى اللي هو إيه؟ يبقى اللي هو بدون أخذ الفريكشن في الاعتبار والأكشوى اللي هو بأخذ الفريكشن في الاعتبار إيتا اللي هو نسبة ما بين الأكشوى الأفورت وبنرمز للأكشوى الأفورت ببي نوت والأكشوى الأفورت ببي اللي إحنا حسبناه قبل كده وبنه هنا طبقاً للحسابات اللي إحنا عملناها قبل كده We have seen that the effort applied at the circumference of the screw to lift the load اللي لازم لرفع الحمل حسبناه بأنه بيساوي البي بتساوي W 10 alpha زائد phi ده طبعاً الأكشوى الأفورت If there is no friction between the screw and the nut then phi equal zero يبقى في حالة دية phi هتساوي صفر اللي هي زاوية الاحتكاك وبالتالي البي نوت بهمية الفريكشن اللي هو الايدل افورت هيساوي W 10 alpha W 10 alpha وبنعوض بالقيمة بناخد الكفاءة هنا بتساوي البي نوت على البي بنعوض بقيمة البي نوت والبي زي ما حسبنا قبل كده يساوي 10 alpha على 10 alpha زائد phi ده اللي هو الكفاءة أو اللي في حمل كبير هنا وبالتالي بيأثر الى أسفل وفي رد فعل الى أعلى بالشكل ده كده فهيبقى في عندي التطبيق ده هيبقى فيه compressive stress compressive stress لكن بعض التطبيقات بالسكرو ده ممكن يبقى فيها tensile stress قيمته هو عمتا اسمه normal stress قيمته اللي هو sigma بتساوي W اللي هو الحمل على cross sectional area الخاصة بالمصمار ده في الطبيعي خالص لما يزيد المسافة هنا مسافة دي ما بين in the case of the length of the screw between the load and the nut ما بين الحمل وما بين النط اللي هي دي لو المسافة دي زادت لازم اخذ الcolumn theory في الاعتبار وفي الحالة دية sigma هيساوي W على AC مضروبة في factor الفاكتور ده بيأخذ في الاعتبار بقى عدة حاجات اللي هي طبعا length الطول length of screw بياخد sigma yield معايا بياخد model of elasticity illustratus of generation c اللي هو end fixed coefficient طبعا احنا تيسيرا على الطلاب بنستخدم المعادلة دي في الغالب نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله موسيقى موسيقى